بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات يصرني في هذا اليوم أن ألتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة وأستطيع أن أقول بأنها حلقة في غاية الأهمية نعم فوالله إن سببها هو اتصال هاتفي من إحدى بناتنا وكانت تبكي بكاء شديدا لما تعانيه في بيت الزوجية من مر المعاناة ستقولون لماذا أقول لأنها ظلمت في بيت أبيها ظلمت في بيت أبيها وإذا ظلمت المرأة في بيت أبيها فلابد وأن تلقى المتاعب في بيت زوجها كذلك إلا إذا كان من الصالحين الطيبين وبخاصة أن الظلم الذي وقع عليها لم تكن سببا فيه وإنما نزل بها وكان أبوها السبب في ذلك أو كان أشقاؤها أيضا السبب في ذلك الظلم أقول وأكرر لأنكم ينبغي أن تحفظوها إذا ظلمت المرأة في بيت أبيها وبالذات فيما يتعلق بميراثها من أبيها أو أمها فإنها ولا شك عرضة للظلم كذلك في بيت زوجها سيرد أحدكم يقول ليس بالضرورة أيها الشيخ لعل الله عز وجل يعني لا يريد لها أن يقع عليها ظلم من هنا وظلم من هناك لعل الله تبارك وتعالى يخفف عنها في بيت زوجها فلا تجد الغمزة واللمز والتلمحات السخيفة التي يداوم عليها أزواج كثيرون بل وأبناؤهم نعم أبناؤهم آه أي ونعم فمنذ سنتين أذكر ذلك جيدا اتصلت الأخرى وقالت هلئها منين ولا منين من زوجي الذي يعيرني بالظلم الذي وقى علي في بيت أبي فيما يتعلق بميراثي من أبي أم من أبنائي الذين يقولون بالحرف الواحد ألسنا أولى بحقك من أبناء أخيك أبناء أخي يعني أبناء الخال قالوا أي قال أبناؤها نحن أولى من أبناء خالنا وهو حقك أولا وأخيرا وعجزك عن الوصول إلى هذا الحق حرمنا حرمنا من حقنا الحقيقة هذه صفحة صعبة من الصفحات الاجتماعية التي لا يكاد يمر أسبوع نعم دون أن أسمع شكوى من إحدى بناتنا أو من أحد أبنائنا أحيانا يتصل بي الزوج ويقول يا شيخ ظلمت زوجتي وحرمت من حقها حرمها أشقاؤها أو لعل أباها قبل أن يلقى ربه هو الذي فعل ذلك وحرمها من حقها ليه اللي يقولون بالحرف الواحد تقاليد العائلة عندنا أنهم لا يورثون البنات يا سلام يا سلام على تقاليد العائلة والله بئسة التقاليد الظالمة الجائرة هذه كما قلت مشكلة كبيرة يترتب عليها من المشاكل ما لحصر له نعم نعم مشاكل كثيرة تترتب على حرمان البنت من حقه أولا ينبغي أن يعلم الجميع وأنا أذكركم فقط بقول بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويمكن أن تقرأ فلا تظالموا نعم أي لا يظلمن بعضكم بعضا واتقوا الله عز وجل لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وربنا الكريم تبارك وتعالى وهو يتحدث في هذه القضية في صورة النساء يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء والنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم الأوضح منها في هذا الباب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثرة نصيبا مفروضا ولو أحسنتم ودققتم النظر في النص الكريم أي في هذه الآية تجدون العدالة حتى وهو يتحدث عن حق هؤلاء من الرجال وعن حق هؤلاء من النساء نعم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ست كلمات وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون حتى العدالة وهو يتحدث عن هذه القضية وبعدها بآيتين أو ثلاث آيات يقول رب العزة تبارك وتعالى في نص صريح واضح يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم يوصيكم من يوصيكم الله نعم إذن هي وصية الله تبارك وتعالى نعم ينبغي إذا سمعنا يوصيكم الله أن نعطي للقرآن الكريم أعلى درجات الانتباه والاهتمام والاهتمام لأن أحكم الحاكمين يوصي المؤمنين الموحدين وإذا أوصانا ربنا أوصانا بالخير كله أوصانا بالعدل والإكرام يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص المهم انظروا إلى بداية الآية والاهتمام بهذا الأمر من قبل الواحد القيوم تبارك وتعالى حتى ننزل النص الكريم ما يستحق من أعلى درجات الاهتمام والالتزام الوصية من قبل القيوم تبارك وتعالى وما دام الله قد أوصانا فوالله ما أوصانا إلا بالخير والحق بعينه في نهاية الآية آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يعني يعني أحيانا تظلم البنات لصالح البنين لأن أبا البنين يعتقد واهما بأن المنفعة ستعود عليه من قبل البنين وبأن البنين هم الباقون في حياته والبنات سيتزوجنا ويخرجنا من بيته والذين سينتفعوا بوجودهم هم البنون كما يعتقدوا واهما وربما توقف عند واحد منهم بعينه ورفع نصيبه وضاعف له العطاء وكتب له كتب له بالتزوير بالتزوير يعني كتب له بيعا وشراء كتب له من الأرض أو من المنزل أو من العقارات بيعا وشراء والله يعلم أن ولده هذا لم يدفع شيئا يستحق به هذا الذي بيع له يقول ربنا يا سيدي سبحان الذي يدري من الأنفع لك والله ربما انتفعت بالبنات ولم تنتفع من البنين بشيء أو من البنين بشيء نعم ربما قامت البنت بدورها مع أبيها وهو في أمس الحاجة إلى جهودها وإلى حسن معاملتها له في أيام الضعف والمرض ربما وجد منها ما لم يجده من البنين لهذا قال الله عز وجل ينصح للمؤمنين الموحدين في محتم التنزيل آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا والله ما زلت أذكر الأيام الأخيرة الثلاثة في حياة أبي ونحن أربعة من الرجال أشقاء نلح عليه أن يستسلم لواحد منا لنغير له ملابسه وهو يرفض نعم يرفض بإشارة من رأسه عرفنا بأنه يرفض فاحترمنا رغبته وتوقفنا فلما جاءت شقيقتنا وأصغرنا ودخلت عليه فهمنا منه بعد أن هش وبش لها وظهر البشر واضحا في وجهه واستسلم تماما لها لتغير ملابسه خرجنا وتركناه لها تعرف جيدا ماذا ستفعل به وتعلم يقينا بأنها المؤهلة لهذه المهمة التي بكل أسف لم نستطع أن نقوم بها ونحن أربعة من الرجال قلت وأعلنتها أمام أشقائي سبحان الذي قال آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فهذا الذي توهم توهم بأن البنين سينفعونه أو بأن ولدا بعينه سينفعه وسيكون الحبيب له أو الحاني عليه سبحان الذي يدري من المؤهل لهذه المهمة ومن الذي يحمل العاطفة الصادقة تجاه الوالد وهو في أمس الحاجة إلى من يحن عليه وبالذات في هذه المرحلة الحرجة الحرجة كثيرون تعجلوا كثيرون تعجلوا من إخواننا وكتبوا وكتبوا حال حياتهم وقسموها بل وسجلوا وما فعلها واحد ما فعلها رجل إلا وندم إلى اليوم ما رأيت رجلا قد فعلها إلا وعاش لحظات صعبة من الندم لما رآه وعاناه من أبنائه الذين تغيروا تماما بعد أن تسلم كل حق وبهذه المناسبة أنصح فأقول بعضهم يتعللون ويقولون لما رأينا بأن أبناءنا سيختلفون فيما بينهم وقد يتشاجرون وقد وقد لما أحسسنا بهذا الخطر الذي ينذر يعني بالوقوع لما أحسسنا بذلك أردنا أن نجنب أبناءنا المتاعب والخلافات فيما بينهم فقسمناها وعرفنا كل واحد بحق من الآن آه من الآن وأنا أقول لإخواني النصيحة لوجه الله عز وجل لا تفعلوها يرحمكم الله ولا تتعجلوا بتقسيم التاركة والميراث قلت منذ قليل وأكررها وأعنيها جيدا كثيرا ملتقيت برجال تعجلوا وكتبوا وقسموا واعتمدوا وسجلوا ورأيتهم في حالة ندم شديد لما رأوه بعد ذلك من تغير أبنائه نعم تغير بعد أن اطمأن كل واحد منهم على حقه وسيطر عليه وتحكم فيه تغير نحو أبيه ولم يقم بالواجب نحو العزيز الغالي بل قول نحو أعز الناس أعز الناس والمفترض أنه فعلا أعز الناس على أبنائه وبناته سيقولون طيب إذا كنا نرى بوادر الشر قد ظهرت بين أبنائنا وبأن الحل أن يعرف كل منهم حقه نقول إن كنتم ولابد ستفعلون ذلك ورأيتم أن الحل فعلا في ذلك لا بأس أن يعرف كل رجل منهم حقه ولكن اشترطوا اشترطوا واكتبوا لا يتم التقسيم الفعلي ولا يتم وضع اليد من قبل واحد من الأبناء على حقه فعلا إلا بعد وفاة صاحب التركة إلا بعد وفاة صاحب التركة هذا إذا كنتم مضطرين للتقسيم قبل الوفاة نقول ذلك ثم نعود إلى بناتنا المظلومات المظلومات يا عبد الله اتق الله تبارك وتعالى اتق الله اتق الله تبارك وتعالى ظلم البنت في المراث ظلم البنت في المراث من أبشع أنواع الظلم والمؤسف أن يقوم أبو البنات بنفسه بهذا العمل البغيض نعم عمل بغيض وبالذات إذا تولى والدها ذلك والمؤسف أن ذلك العمل يشيع في بعض العائلات حتى إن بعضهم يقولها بالحرف الواحد تقاليد العائلة أنها لا تورث البنات بل وقال بعضهم وأنا أشهد على ذلك يعني صدقني لا أكاد أتصور غريبا يتجول في أرض العائلة الأرض التي اشتريناها بعرق الجبين لا أتصور أن يتجول فيها غريب من عائلة كذا وهو يعني بكل أسف يعني بكلمة الغريب يعني بها زوج ابنته زوج ابنته زوج ابنته الذي أنزله الشرع الحنيف منزلة الاب وبموجب العقد على شقيقته أصبح أخا لأبناء هذا الرجل أصبح أخا والوالد أصبح أبا له والأم أصبحت أما له وأصبح من العائلة يقول غريب يتجول في أرض العائلة أشهد عليها أنني سمعتها مرة ذات يوم غريب يتجول في أرضنا أعوذ بالله أعوذ بالله لأن هذا المنطق الوقح الوقح يخالف شرع الله تبارك وتعالى ربنا الكريم هو الذي أحكم شرعه وجعل للبنت نصف حق أخيها هذا هذا حقها يعينها في حياتها إذا تنكر الزمان لها و صارت الأمور في حياتها سيرا يحمل من المتاعب أو من المصائب ما تتعرض له البنات ستنتفع ولا شك بما عاد عليها من تركة والدها حقها حقها الذي سيكفل لها في بيت الزوجية سيكفل لها حياة كريمة ويرفع أيضا من أسهمها في بيت زوجها أكرر سيرفع من أسهمها في بيت زوجها وإذا رآها زوجها موضع تكريم من قبل أبيها وأشقائها ونالت حقها كاملا ولم تظلم بالتأكيد سيكرمها ويحسن معاملتها ويتحدث إليها بلغة كريمة وإذا حرمت من ميراثها وتعمد أشقاؤها ذلك وتعمد أبوها ذلك فإن نظرة زوجها كثيرا أقول كثيرا ما تتنكر تتنكر لحقها الإنساني ويراها زوجها بكل أسف ليست جديرة بالتكريم والحجة عنده أبوها وإخواتها لم يكرموها ولم يحرصوا على تكريمها ولم يمنحوها حقها الشرعي فمن الطبيعي أن تتغير المعاملة بل إن أبناءها بكل أسف سيسيئون لغة الخطاب معها لأن لأن الولد قال لأمه بالحرف الواحد كما شكت لي قال ألم نكن أولى بحقك من أبناء خالنا فلان قالها وهو له الحق في ذلك له الحق في ذلك فظلمتموها وتسببتم لها في متاعب كثيرة وستظل تعير بما صنعه أخوها وأشقاؤها ستظل تعير من قبل الزوج وأسرة الزوج بل وأبنائها أيضا لأنها عجزت عن الوصول إلى حقها سمعت كثيرا والله بالحرف الواحد ومنذ أقول ساعات ساعات نعم تعد بالساعات صنعوا أو قال أشقاؤها لها امضي امضي فمضت وبكل أسف لم تسأل عن أي شيء وقعت وقعت على إيه وامضي يقولها بالأمر وهو شقيق شقيق ليس من حقه ذلك امضي وبالأمر توقع توقع ويمنعها الحياء لا الحياء لا ده الحياء لا يأتي إلا بخير يمنعها الخجل أن تقول له يا أخي على أي شيء وقعت أقل حقها أن تسأل عن أي شيء وقعت عن حق في المنزل منزل أبي والمنزل عزيز علي المنزل الذي نشأت فيه معكم له من الذكريات في قلب ما له وليس من السهل أن تخرجوني منه بهذه البساطة من حقها أن تسأل أنا وقعت على إيه يا حبيبي أو يا شقيقي الكريم والله بعضهم يتعالى ويتكبر أن يسمع منها هذا السؤال ويريد منها أن توقع دون كلمة بالأمر يا ظالم يا ظالم يا جاهل والله العظيم ستقف بين يدي الله وسيسألك عن هذا الذي فعلت دا المفترض المفترض في الإسلام أي والله عند التقسيم الفعلي القراط هنا يساوي كذا يبقى تماما كما يقول الناس القراط في هذه الأرض أو في هذا الحوض يساوي كذا يبقى كما يقول الناس وكما يحكم الناس هذا المنزل يساوي كذا إذن حقك يا أختي كذا كذا لا في مسألة البيع والشراء فيما بين الأشقاء تقع مظالم كثيرا طيب خليه يساوي كذا ها هتده لأخوك ويعيال أخوك بكام والله ما هي من حقك والله العظيم ليس من حقك أن تقول لها بكم ستعطيه لأخيك أو لأبناء أخيك وتستعطفها بهذه الطريقة لا ليس من حقك مطلقا بل الحق أن تعطيها القيمة كاملة كما حكم الناس في الأرض وفي المنزل كذلك إن كنت تريد أن يبارك الله لك فيما أعطاك مالا وولدا يبقى على الأقل يبقى بالحلال بالحق حتى تطعم أبناءك من الحلال وهذا سنتحدث فيه بإذن الله في الحلقة القادمة لأن هذا الموضوع مهم جدا ومشاكل لا حصر لها تترتب على توزيع المراث بطريقة جائرة ظالمة ومعظم الضحايا من البنات و يمكن نزلنا قرى ومحافظات تستهين جدا بهذه المسألة بل أصبحت تتميز هذه المحافظة أو هذه القرية بأنها لا تورث البنات تصور يعني أريد أن أعرف موقفك وأنت تسمع عن القرية التي تنتمي إليها أو المحافظة بأنها لا تورث البنات مشكلة كبيرة ويترتب عليها متاعب لا حصر لها ومشاكل كثيرة ولذلك سأعود إلى هذا الموضوع في الأسبوع المقبل فأسأل الله أن تراجعوا أنفسكم أيها الرجال أيها الآباء أيها الأشقاء راجعوا أنفسكم واتقوا الله عز وجل قبل أن تقفوا بين يدي أحكم الحاكمين وليس معكم دينار ولا درهم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته